فكرة أن يكون هناك مظاهرات يومياً موجودة في الشارع المصري دي فكرة بتفكرنا بالضبط الوضع اللي كان موجود في ربعة بعد 30 يونيو أول يونيو في أول يوليو وثاني واثنين يوليو وثلاثة في الأسبوع الأول من يوليو لما بدأت تجمعات تحصل في ربعة والجيش حاول ساعتها يشالها البرد يتدخل وقال لا 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 ما تتشلش وما تتعملش وإن إحنا أرى والرؤية والبعدة والنزاقة الديمقراطية والتعبير وحرية التعبير والغرب ومش عارف فيه وكان الأصل من هذا الكلام أنك بتعطي فرصة للإخوان أن يصنعوا وضع جديد على الأرض وفيها بالفعل من 100 واحد معتصم ولا 200 واحد 300 واحد أصبح هناك بتتكلم على حاجة فيها 5-6000 والاعتصام السلمي بقى فيه سلاح وبقى فيه الناس قاعدة وبعدين الاعتصام السلمي بقاش اعتصام ده بقى محاولة لإظهار رسالة للخارج أن فيه دولة 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 وأن فيه اجتماعات لمجلس الشورى وفيه تصرحات وهكذا فأصبح النهاردة لما كل الأمر بيتأزم وابتدت الناس التضر من هذا الكلام وابتدوا أهل مدينة نصر رفعوا عضايا وأطعيه خلاص بقى فيه بلد فعلا فيه رزق في البلد محتل تمام لما حصل له ده كلام ده هو البلد عرافت تماما وبعدين استقال عشان خطر أنهم مفضلوا للاعتصام برضو فيه محاولة لخلق واقع نديد على الأرض اسمه التظاهر الموجود في الشارع القانون بتاع التظاهر اللي موجود القانون والاستغلال القضية عشان خطر فيه أحمد دومة يعني أحمد دومة على رسول ريشة ولا أحمد مير على رسول ريشة ولا أحمد عادل على رسول ريشة أنت حتخالف القانون حتخالف القانون حتتحاسب إنما هلهم مخدوا تلسين سجن بقى على التظاهر لا مخدوش تلسين سجن على التظاهر ده خدوا تلسين سجن علشان المحكامة اعتبرت التجمهر وتظاهر فعل واحد لجريمتين وإنه إيه النهار ده بتدي القانون بيعقب على الجريمة الأشد الجريمة الأشد قد قانون تظاهر لما يجبقى القانون تظاهر قانون تظاهر بقول من سنتين لخمسة سنتين سجن الخمسة وغرامة من خمسين لمئة ألف جنيه بالعقوبتين مع بعض يعني ده سنتين أو تلس سنين أو خمس سنين وغرامة العاضي خد إيه خد الأخف خالص خد الغرامة الأقل والوحدها في قانون تظاهر إنما لما رح إنه حتاني جريم الأخرى البلطارة بقى والتعدي على موظف عام وشيل سلاحس أبيض وترويع المواطنين والكلام ده كله برضو خد على القانون بعقب الأشد البلطارة في القانون تلس سنين سجن فهو خد تلس سنين على البلطارة على التروية على قفل الشارع على تأكسير القهوة على ضرب الناس على فكرك إنك إنت عايز تخش إنك إنت بتفاتح صدرك وفاكر إنك فوق القانون هو أنتو مش عايزين قانون في البلد مش كده ولا إيه؟ أنتو عايزين هكده نقضيها مظاهرات بقى ومش عارف طب أنتم أمنين نفسكم إنما طب والناس التنين اللي مقوف حالها يعملوا إيه؟ الناس اللي مقوف حالها هذه القضية نفس الوضع بتاع الجماعات يعني النهاردة في الجماعات النهاردة الأستاذ خالد حسين يعني صحفي في اليوم السابع إنه طلق في صدره وطلقت خرطوش في صدره النهاردة هو داخل الحرم الجماعي الحرم الجماعي يعني عشان الأستاذ نصار ينبسط أوي الرئيس الجامعة ينبسط يعني لأنه يعني الرجل الحقيقة ضد أي حاجة هو مبسطي ضرب نار اللي شغاله هو ده نقول عليه لما قوله الرئيس الجامعة ده اسمه إيه؟ وإخواننا بتقع المجلس الأعلى الجماعات اللي سيبين هذا الكلام نمرة خمسة من حضراتكم كل الأستاذة ودول أعتقد إن حضراتكم اللي ما عملش دكتوراه بره اللي ما سافرش على الأقل حضر حاجات كتير بره في جمعة بره فيها الكلام ده نراعي ربنا ونقول كلمة الحق إنما فيه واقع يراد فرضه في مصر وللأسف فيه حاجات كتير سكتين زي حكاية الإرهاب لما القادة الدولة طلع إن رئيس الوزراء السابق طلع قال لك الحظر إخوان نماعة إرهابية وطلع إن بقعين اللي قالهم في البتاع ده ثم إن القانون ده لما راح لرئيس النمورية رئيس النمورية ما طلعوش مش عارف ليه ليه رئيس النمورية ما طلعش هذا القانون يعني هذا القانون ده نارضة أوروبا بتبحث إن هي نماعة إرهابية وإحنا في مصر مش عايزين نعمل ده أنتو خايفين الإخوان يرجعوا يعني أنتو ده أنتو دايين نتاج صورة السيد رئيس النمورية ده اللي ده على كرسي ده 30 يونيو اللي دايباه مش حد تاني قال ما طلعتوش ده طب رئيس الوزر طلعه فبتحك علينا البتاع يطلع البتاع ما يتنضيش اللي أمبرح والأول أمبرح والمية وشوية يوم اللي فاتت دور كلهم وإحنا بتبهدلين البهدلة دي كلها ولا حد بيتكلم قال لا الناس اللي نقارضة اللي عملة بتتكلموا ومسخ العصاية من نص بتقول لك عشان لو ردع الإخوان ردع الإخوان فين الله في سماء ما حيشموها وعلا في سماء لو أمريكا وفت على دمخة الإخوان ما حيرجعوا تاني يمسيكوا أي حاجة تاني ليه بأمرت ايه بعد القتل والتخريب والترويع والخيانة والتجسس والكلام ده كله ازاي ازاي هيحصل ده أنا اللي بقى اللي من السادة المسؤولين طب النخبة احنا عارفين اللي نزل من النخبة صلهم هواهم أمريكاني يوم ردع الناس بتوع أمريكا وهم اللي يقولون له وعليهم أسيادهم بيقولوه وعايزين يعملوه إنما الناس المسؤولين يعني في موضوع التظاهر ده طب حنقضيها ازاي طب قولولي طب تتحل ازاي 200 واحد جمعة تقارب شوف فيها كم ألف بقى لما المتين يعملوا ده كله إنما هو المراد إن كل يوم يطلع تقرير ويطلع كلام ويكتب ويتصور وماشا الله احنا بنصور احنا عايمين بالواجب يعني نزيرة خاصة مصر ده مش عارف شغالة الغد وقتي ليه واحنا عايمين بالواجب والكلام ده كله طب ليه هل احنا عايزين عشان يتقال كده ليه طبعا ده مقافلك حال السياحة ومقافلك حالات كتير جدا هل النهار ده انت عايز تعمل ده عشان تفرد يلي تقول بقى لما نين نعد وتفرد الأخوان هتفكروا الشعب المنصري حقيقة بقى لده ان تقولي ان انا عايز الاستقرار قصاد النيلو هم الشو هم اللي عاملين اللي عدم استقرار ورودهم مفيش استقرار في ورودهم ده البلد اتخربت في السنة ديك والخراب شغال من بعديها ده عصابة هتعمل استقرار يعني توقع في مظاهرات الطلبة دي تعمل مش هم مش البلتاج اللي قال ان يطلع مرسي اللي بيحصل في السين يقف ازا النهار ده ارهابك اللي في السين انت شايله النهار ده جماعة بيت المقدس النهار ده كان فيه حكم في المحكمة باعتبارها جماعة ارهابية حكم قضائي ما احنا الحكومة مش قادلة توقع تحالها للأسف يعني ولا رئيس الامورية عزقوا تحالها للأسف يعني النهار ده مين اللي عاملين دوشة وخناقة بقى محامين للإخوان النهار ده في المحكمة ومتقولوا ما ناش دعوا بيها مش انتوا بتبرقوا منها يعني لواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي وصف مزارة الداخلية قال ان النهار ده حوالي ميتين طالب النهار ده قاعدوا يضربوا شماريخ ويدربوا ملطوف على الشرطة وبيحط دلوقتي في الشماريخ حاجات زي الشطة وفلفل حاجات ما اللي بتولع وبتعمل ريحة وتعمل شغلانة يعني قادي النهار ده هم بيقضوها طالب لا عايزين اللي فاضيين يعملوا بياخد فلوس واردوغان ايلوم اللي حيترفد انا حاخده عندي وإيه فلوس كتير وبتاعه كتير واللي بيلعبوا في البلد كتير واحنا واقفين في مكاننا مش عارفين نعمل حانا مش عارف الاستاذ صلاح يسر نهار ده الامين العامل المجلس الاعلى للصحافة بيقيد المطلب بتاع اللي قاله الاستاذ ديه رشوان نقيب الصحفيين اللي هو الخاص ان الصحفيين حيمتنعوا حيطر انهم يمتنعوا عن تقطية اي احداث صلامة ان كل يوم بيتعور صحفي انت ما يعني ده ما ما نشوفش يعني اللي هي من الأسبوع والعشر تيام فالنهار ده الحقيقة وكانوا طلبين سطرات واقية طبعا انا يعني انتوا فاكرين السطرات الواقية يعني ان هي حتحل المشكلة يعني انتوا فاهمين ان هي السطرات الواقية حتحل المشكلة على لساس ضياء والعامة مش هتحل المشكلة الناس اللي تضرب الرصاص واللي بتعمل الكلام ده كله ده انت لو لابس ميس سطرة واقية وعبوه ازاي بتاعت النمعة اللي تفعل ردية حتخلص عليك هل بالزي ما انت عايس لانك انت تفريغ القناة بقال يعني انت المشكلة انك انت امام قضية كيف نوقف هذا الكلام بقى انا مش عادة المتين النهاردة لو انا مسكت نظريا يعني مسكت المتين دولة انت فتك روح يطلع متين تانيين مش حيطلع حد دي نمرة واحد الملاحظة التانية العيالة اللي طال اليوم التفجير اللي كان قدام في مدان النهضة نهضة مصر عن تمثال نهضة مصر التفجير اللي حصل ده ده فيه صبية دول لا يعني لا 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 سنا ولا مضمونا الشكل ده في جامعة ده اللي بالإدار 200 لليه و 500 لليه انا لو مسكت الدولة لو انا مسكت دولة فعلا تفتكر في حد حيدي تاني؟ لو انا اتعملت مع المسألة دي بحقيق وحقيق ربنا بالقانون مش بالبجلس التعديد بتاع نصار بتاع رئيس نمعة القاهرة بالقانون تفتكروا حد حيدي تاني؟ انا شايف انه ممكن واقفة هزي المسألة وقفة تماما يعني وفكرة الواقع اللي عايزين يفرضوها على الارض ان مصر مش هشوف الاستقرار الا لو صالحته مع الاخوان ده وقع يعني دي لمخزة قلة أدب يعني